اشتركوا في القناة رحم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في حظرة الكتاب في هذه الحلقة نتوقف أمام الفن أبو الفنون بالأحرى هو فن المسرح و نص الخشبة هذا الكتاب يتناول جوانب مختلفة حول المسرح نود أن ندردش و نتحادث و نتناقش حول هذا الكتاب في البداية نود أن نتعرف على ضيفنا الأستاذ أحمد الماجد بعد ذلك نبدأ حوارنا حول هذا المؤلف ترجمة نانسي قنقر أحمد الماجد كاتب مسرحي عراقي مقيم في دولة الإمارات من يعرفه عن قرب يدرك حجم النجاحات التي حققها سواء في التأليف أو عضوية لجان التحكيم أو حتى في العمل الصحفي والإذاعي والتلفزيوني يحمل الماجد شهادة البكاليريوس في العلوم وعمل كممثل مع العديد من المخرجين العراقيين والعرب في المسرح والإذاعة والتلفزيون يعد أحمد الماجد من المؤلفين المميزين الذين أثروا الساحة المسرحية الإماراتية بالعديد من النصوص وله إسهامات أخرى في الكتابة لمسرح الطفل الذي ينطوي على مغامرات كتابية مختلفة وحس مرهف بإمكانه التواصل مع عالم الطفولة ويرى الماجد أن الكتابة للمسرح أصعب أنواع التعبير الفني لأنها تحتاج إلى الثقافة الذاتية والفكر الخلاق والخيال الواسع والحرفية إضافة إلى المعرفة الكافية بمدارس المسرح وتاريخه والقراءة المستفيدة للنصوص العربية والعالمية صدرت للكاتب المسرحي أحمد الماجد العديد من الدراسات والنصوص المسرحية والكتب ومنها كتاب نص الخشبة الذي يعرف بالقوانين والأشكال المختلفة لكتابة النص المسرحي لدى تشكل العرض وقبله كما يسلط الكتاب الضوء على عدد من القضايا المهمة في شكل ومضمون النص المسرحي عرضت للماجد العديد من النصوص المسرحية في العراق والإمارات وسلطنة عمان كما شاركت نصوصه في العديد من المهرجانات المسرحية وحصلت على جوائز عدة ويعمل حاليا سكرتيرا فنيا في جمعية المسرحيين كما أنه سكرتير تحرير مجلة كواليس التي تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى إذن نرحب بضيفنا الكاتب المسرحي ومؤلف هذا الكتاب الأستاذ أحمد الماجد مرحبا بك أستاذ أحمد أهلا يا أستاذ حياك الله وتحياتي لك أيضا التحيات والترحيب لأستاذ والفنان والمخرج المسرحي إبراهيم سالم مرحبا بك أستاذ أبراهيم يا أهلا بك أستاذ حياك الله معنا في هذه الحلقة إذن إذا ما نتحدث عن هذا المؤلف نص الخشبة دعنا نتحدث عن لماذا هذا النص ولماذا هذا المؤلف حول هذه الدراسات المسرحية وخاصة المكتبة العربية تسخر بكثير من المؤلفات أستاذ أحمد نص الخشبة هو محاولة لرصد الواقع والمتغير في المسرح الإماراتي والعربي يعني هو عبارة عن مجموعة بحوث نعم تخصصت جميعها المحور ما لها يدور حول النص المسرحي ممتاز أنا يعني معظم هذه البحوث هي منشورة في الصحف والدوريات المحلية اللي هنا في الإمارات والعربية أيضا بس أنا اختاريت كل ما له علاقة في النص المسرحي في هذا الكتاب شميل 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 نص الخشبة هو طبعا لأهل المسرح يعرفون هذا المصطلح بالذات هو نص العرض يعني لأن الكاتب المسرحي دائما حينما يكتب النص يسمى نص المؤلف ينتفي تنتفي هذه الصفة عن الكتاب عن النص المسرحي عفوا حينما يتحول إلى الخشبة جميل شميل شميل نص العرض أو نص الخشبة وفقا لرؤى المخرج ولتفسيراته وللإضافات وللتعديلات التي يضع عليه فهذا الكتاب اختص على الأكثر يعني برؤى المخرج في تفسيراته للنص المسرحي اللي كتبها المؤلف جميل جدا هنا سيد إبراهيم كونك مخرج وناقد وأيضا مسرحي وفنان كيف بالإمكان أن نقول أن النص المسرحي هو أهم عنصر في المسرحية هل بالإمكان أن يكون هناك شيء أهم من النص؟ هو طبعا دائما ما يكون بالذات في تواصلي أنا مع الناس وحتى بالنسبة لأخوي أحمد يعني فيه اختلاف في وجهات النظر أنا في رأيي في لحظة العرض في لحظة الوعي للعرض المسرحي للجمهور أهم عنصر عندي الممثل الممثل في لحظة العرض أما ما قبله وما بعده يعني تاريخيا سيبقى النص جميل هذه مسألة نحنا ما نقدر نختلف بها وما قبله هو الاختيار برضو أنا في النص الآن بس لما أتكلم لك عن لحظة العرض وسيرلو بروبا قضية أن الممثل هو دائما وأبدا هو اللي راح يوصل هذه الرسالة جميل هو اللي راح يوصل رؤية المخرج حتى وبالتالي كل وطبعا هذا كثير من المخرجين تبنوا هذه القضية كل الأعين كل الحواس أهية مرهونة الآن بحركة وإيماءة هذا الممثل وحس الداخلي جميل في اللحظة هذه عشان يوصل للرسالة بس الحقيقة الآن قبل هذه الفترة وبعدها يبقى النص جميل جميل جدا هناك تساؤل وريد أن أطرح هذا التساؤل لكليكيماي لكليكيماي فيما يتعلق بالنص ما أهم الصفات التي بالإمكان أن يتحلى بها النص أنت لديك وجهة نظر كاتب وهو أكيد لديه وجهة مخرج وناقد وفنان فما هي أهم الصفات في رأيك أهم الصفات في رأيك هو يعني ناهيك عن الفكرة الرئيسية اللي هي يعني هو الأساس الذي يبنى عليه النص المسرحي الفكرة الرئيسية وما تعالجه الأهم من ذلك كله هو آنية الفكرة آنية الطرح أنه أنا لماذا اخترت هذه الفكرة بالذات يعني كي أشتغل عليها في نص مسرحي ولم أخترت فكرة أخرى لأن يجب أن تعالج فكرة النص أن تعالج قضية إنسانية والقضية الإنسانية لازم تتعلق بما يسمى بمصطلح الآن وهنا يعني آنية القضية التي يطرحها النص هذه تكون في المقام الأول بالإضافة إلى ذلك تأتي الفكرة ومدى عمقها ومدى قربها من الواقع يعني بالإضافة إلى البيئة البيئة التي يكتب فيها النص يعني أنا لما أكتب نص موجه لأوروبا أنا موجه لخارج الإمارات غير النص الذي يكتب مثلا للمجتمع الإماراتي باعتبار أن الواقع مختلف والحالات متغيرة فهذه القضية لازم يعني يضعها الكاتب في مخيلته عند البدء في كتابة نص مسرحي جديد جميل جدا هنا أستاذ إبراهيم نفس التساؤل من وجهة نظر مخرج وناقد وأيضا ونفنان فيما يتعلق ما هي أهم الصفات التي بالإمكان يتحلى بها الكاتب عندما يكتب هذا النص المسرحي كي يكون بالفعل من وجهة نظر المخرج والفنان والناقد أيضا هذا نص مسرحي ممتاز هو دائما وأبدا بالذات الفنان اللي لا علاقة بالميدان بالعمل الآن عند هذه المطرقة والسندان ما بينهما هو موضوع متطلبات العصر وموضوع إبداعه الآن مثل ما قال الأستاذ أحمد أهم ما في النص المسرحي الآن شو قاعد يناقش في حين الفنان عنده صراعين عنده قضية فنه اللي عاوز يطرحها والرؤية اللي عاوز يطرحها وفي نفس الوقت قضية عصره اللي هي موجودة الآن شو قاعد هذا هذه التوليفة عند الفنان يعني حتى الكاتب هذه لا أستبعدها عن الكاتب بس هو دائما الشخص اللي يكون في الميدان دائما ما تطلع قضية الإبداع الفني والحس الفني أكثر حتى عاوزها من الفكرة ممتاز ولكن هو يدخل في قضية أنه أنت شو تبغي تقول من هذا العمل جميل هل يحق أحيانا للمخرج للفنان نفسه على خشبة المسرح أن يغير أحيانا بعض المصطلحات بعض الجمل بعض دعنا نقول المواقف الخاصة بهذا النص المسرحي أول يكون استئذان من المؤلف وهذه أهم النقطة لازم يعني أنا لما يكون فيه بيني وبين هذا المؤلف فيه خط تواصل فكري بيني وبينه أكيد في قضية اختياري لنصه أنا متواصل معه وطلعنا أنا وهو لخط صير هذا العمل وبالتالي بعد هنا في حال أنك أنت أخذت عمل مثلا من رمز من الرموز التاريخية مثلا لنقول شيكسبير الآن في مسرحيات أنت تبقى تطرحها في هذا العصر في هذا الوقت مثل ما صار مثلا في مسرح الشباب قدمت مسرحية الملك لير لشيكسبير عن الوضع الآن من خلال أن هذا الحديد وهذه الآلة جت سيطرت على التراث الفني ممتاز قام أخذها من حوارات الملك لير وعمل منها عمل فقضية التوافق اللي يصير عادة بين المؤلف بين الكاتب وبين اللي المقرج أو الممثل هو لازم يصير فكري إذا إذا كان موجود هذا المؤلف لازم يتواصل معه أن هذا الكاتب حتى يشوف الشي المتغيرات اللي عنده صايرة في مع الممثلين يعني هو عنده غير أنه العصر اللي بيناقشه قضية هذا الممثل اللي أنا جاي بيجسد الشخصية قضية هذا المخرج لوين يبقي يودي مسار عمله ممتاز وهاي مسألة مهمة وايد في التعامل بين المؤلف والمخرج والمؤلف والممثل حتى ممتاز إيه يعني تبقى مسألة الفهم اللي نحن دائما ننأكد عليها وهذه أهم مفاتيح القراءة جميل جميل جدا أهم مفاتيح القراءة للفنان وللمخرج نعم نعم فهم أن هذا المؤلف وين يبغي يروح شو هذا النص شو هذه الفكرة وين تبغي تروح هذه الشخصية أبعادها حوى الشخصية ولا النفسية ولا الاجتماعية ولا هذه كله لازم هذا الفنان كمخرج ولا كممثل تكون عنده دراية كبيرة عنه وهذا الشيء ما يحصل طبعا إذا ما كانت عنده خلفية في القراءة أصلا أحيانا يعني يعتقد الشخص أن هذا الفنان أو المسرحي فقط هو تقمص هذا النص وقدم لا يعلم بأن على هذا الفنان وهذا المسرحي القراءة والطلاع عند هذه قضية نحن لا دائما نقول أنا حق الممثلين أنا لما أجيبك أنا عارف أنك ممثل بس ما مهم عندي تكون ممثل مهم عندي تكون الشخصية التي قاعد تمثلها وما مهم عندي تقول رأيك في الشخصية جميل جدا الأهم من هذا أنك تقول رأيك الشخصية في نفسها يعني هذا الكلام مهم كثير يعني في التعامل مع النص عادة يعني بالنسبة للمخرج والمؤلف ممتاز ممتاز هنا يعني أستاذ أحمد رأيك يعني تتنقل ما شاء الله عليك في كتاباتك إذا كنت تكتب أحيانا للمسرح أحيانا تكتب للمسلسلات الإداعية أحيانا تكتب حتى للمسلسلات تلفزيونية ما الذي يختلف في كتابة النص بين هذه المجالات المختلفة إذا ما نتحدث عن النص المسرحي كيف بالإمكان أن يكون مختلفا عن النص الإداعي والنص التلفزيوني الكتابة للمسرح أصبح أصعب أنواع التعبير الفني الكتابة للمسرح أصبح أصعب أنواع التعبير الفني باعتبار أن المسرح أنت محدد في مكان معين في زمن معين في وقت معين في عمل يقابلك الجمهور مباشرة فأنت ما عندك مجال أنك توقف العرض أو تعيد أو تقوم بعمل أي تعديلات على الشغل أثناء العمل فهذه النقطة جداً مهمة بالنسبة للمسرح وجداً صعبة أيضاً على كل طاقة العمل الكتابة للإذاعة تختلف في أنك أنت الجمهور ما يشوف ما رح يشوف العرض يعني أنت قاعدت تخاطب الجمهور عن طريق السمع فهون أيضاً التقنية ما لها في الكتابة تحتاج إلى أسلوب آخر مختلف تحتاج إلى أن يرى المستمع بأذنه وليس بكامل حواسين أي نعم الكتابة للتلفزيون طبعاً الكتابة للتلفزيون فيها حرية مطلقة أنت عندك مشاهد متعددة عندك لوكيشينات متعددة تقدر أن تتنقل ما بين مشهد شخصياتك الكثيرة المسرح هذا الشيء ما موجود فيه وبالإضافة إلى ذلك أنه جمهور المسرح جمهور خاص يعني إحنا ما نتكلم أنا ما أتكلم عن العروض الجماهيرية التي حضرها الكل أنا أتكلم عن عروض النقبة وعروض المهرجانات كما تسمى ولو هذه التسمية فيها اختلافات كثيرة طبعاً ما بين النقاد والآراء بس لكن هذه الميزة في المسرح مش موجودة في أي مجال إبداعي آخر لذلك تكون الكتابة فيها صعبة أما بالنسبة للتنقلات فأنا أشوف هذا يعني مثل ما قلت لك في البداية الكتابة عمل إبداعي بإمكانك أن تنقل بس يجب أن تكون ملم في المجال اللي تكتب فيه كميل وكأنك تتفق يعني سيد إبراهيم مع وجهة نظر لسيد أحمد أنا أتمنى طبعاً ما أضغي أقطاع إيشة بس أتمنى عشرين واحد من أحمد المواجد يكون موجودين في هذه المسألة لأنه ما شاء الله عليها حقيقة يعني عند الحضور في هالمجالات في الكتابة وهذه حقيقة يعني في المسرح ولا جئنا في الإذاعة ولا حتى في التلفزيور أنا واحد من الناس اللي تعاملت مع كتاباتي واشتغلت في المسرح واشتغلت للإذاعة كممثل وصارت محاولات حتى للتلفزيون ملم وطبعاً أنا واحد من الناس أتمنى أن يكونون في أكثر من واحد في هذه المسألة عندهم هذا الإلمام وهذه الثقافة فأنا أنا وين رايح في الكتابة أنا هنا في هذا المكان لازم أتبع قوانين هذا المكان أتبع معادلاته لكي أقدم فيه نفس الشيء بالنسبة للإذاعة نفس الشيء بالنسبة للتلفزيون نفس الشيء بالنسبة للإذاعة أنت الآن كمخرج وفنان تتعامل بالفعل بهذه الصعوبة مع القالب المسرحي مع الخشبة المسرح مع النص المسرحي والديكور والفنان؟ أنا ملزم فيه أنا ملزم فيه كانت ممكن تتعامل معها بصعوبة في البداية أو تتعامل معها بصعوبة في قضية أنك أنت تبقي تخرج أو تكسر هذه القوانين بس في النهاية أنت ملزم فيه ملزم بهالثلاث حوائط وملزم بالحائط الرابع ملزم في مسألة الزمن وتحديد الزمن حتى لو كان مثلا في تحديد الزمن أنه والله تمر سنوات وتمر هذا على الأحداث بس أنت ملزم في هذا الزمن اللي موجود الآن بالنسبة للمسرح بعكس طبعا التلفزيون ملزم بالمكان ملزم بالشخصيات يعني هذه الأشياء راح تلاقي فيها صعوبة في التعامل من أول شيء بالذات إذا كان عندك صيغة التمرد على الأشياء أو أنك أنت تلغي هذه القوانين بس هذه القوانين إلغاءها يجب أن يأتي من خلال قراءة سابقة لهذه القوانين ممتاز لخلال معرفة حقيقية لهذه القوانين عشان ألغيها ممتاز وصارت طبعا ممتاز هنا يعني تساؤل أيضا طرحته في الكتاب حول نقطة مرتبطة بالبيئة البيئة بيئة المجتمع عندما نتحدث عن التاريخ اليوناني والمسرح اليوناني فهناك فلسفة خاصة كذلك العصور الوسطى وعصر النهضة هناك فلسفات خاصة مرتبطة ببيئة المجتمع أريد أن تتحدث عن مدى وجود هذه البيئة وانعكاسها على خشبة المسرح كما ذكرت في الكتاب إذا تسمح لنا أستاذ أحمد بعد هذا الفاصل فاصل بعده نواصل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج في حضرة الكتاب وما زلنا نناقش هذا المؤلف نص الخشبة للأستاذ أحمد الماجد هي دراسات مسرحية كنا قد توقفنا أستاذ أحمد حول البيئة ومدى ارتباط البيئة المجتمع بخشبة المسرح ومواضيع نعم النص دائما هو ابن بيئته يعني دائما هو الكاتب اللي هو مؤلف النص يتأثر بالبيئة المحيطة بالبيئة التي يكتب فيها لما تقرأ نصوص العربية الأخرى نصوص الإماراتية النصوص العربية الأخرى يعني حتى النصوص في أوروبا أو في أمريكا هناك دائما أنا ما أركز على هذه النقطة في أكثر من مقال وأكثر من بحث قدمته أن لما نقرأ النص الأوروبي الآن تشوفه تتجاوز نصوص إبريخت ونصوص النصوص جميعها اللي كانت تتحدث عن العروب وعن الدمار وعن الدكتاتورية وعن هذه الأمور كلها النص العالمي الآن تتجاوزها لو تقرأ النصوص العالمية كلها عن الخيانة الزوجية عن مواضيع العلاقات الاجتماعية وأثرها في الحياة وفي المجتمع تتجاوز النص المسرحي الغربي هذه الحقبة نحن بعد ما زلنا إلى الآن نعيد إنتاج هذه النصوص يعني النص المسرحي الغربي يتناول ماذا مثلا؟ يتناول أموره يعني يتناول إشكالياته المجتمعية الآنية يعني أوروبا وأمريكا تخلت عن الحروب وتخلت عن مآسيها والآن ذهبت إلى معالجة أوجاع المجتمع يعني منذ توقف الحرب العالمية الثانية ما عادت هناك أصوات للبنادق والسلاح نحن ما زلنا مع الأسف ونتمنى إن شاء الله نخرج من هذه الأزمة التي أكلت الأخضر واليابس إن شاء الله فهذا إعادة إنتاج هذه النصوص دائما نحن ما نشوف إعداد نص لبريخت إعداد فلان يعني من المخرجين العرب لأن الحالة التي كتب فيها بريخت النص المسرحي في الخمسينات أو في الأربعينات أو في الثلاثينات نحن بعد ما زالت موجودة لدينا إسقاطاتها موجودة ولهذا نحن بعدنا نأخذ هذه النصوص ونستخدمها إلى الآن بينما النص الغربي تجاوز كل هذه الأشياء لذلك النص هو ابن بيئتي المحيطة هنا أيضا أشار الكاتب في إحدى الدراسات وفي الكتاب عن الكوميديا والنص الكوميدي المسرحي أن لديه جمهوره الخاص شكله الخاص وأيضا أشار إلى مدى الصعوبة دائما في تناول الكوميديا فيما يتعلق بالكتاب أنا رأيت أحيانا قد يكون هذا الممثل أو الفنان مبتعا في كثير من البرامج الكوميديا أو المسرحيات الكوميديا أو الأفلام الكوميديا والمسلسطة لكن أحيانا هذه الكوميديا لا تظهر في هذا الشخص وإن حاول من خلال عمل فني سواء كان مسرح أو كان عملا تلفزيوني لماذا في رأيك؟ هذه قضية ممثل يعني في النهاية هذا يكون ممثل من ضمن الأشياء المطلوبة من الممثل أنه هو يمثل الحالتين الكوميديا أو التراجيديا يمثل الحالات النفسية يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن حالة شخصية الآن مطلوب منها حالة من الفرح لازم يؤديه هذا الممثل مطلوب منها حالة من الحزن لازم يؤديه هذا الممثل لكن مدى ارتباط هذا شيء بالنص يعني خلال نتكلم عن الآن لما يقول لك والله هذا ممثل يصلح تراجيدي وهذا ممثل يصلح كوميدي هذا الكلام تماما خاطئ الممثل ممثل في كل حالاته يبقى مسألة يعني نحنا عدنا العرب تراجيدي نحنا عدنا شو يعني تلقى حتى في التراجيدي لما الممثل يقول التراجيدي ما يصلح لانك تلقى يغني هي يعني الجملة قاعد يقولها بغنى ما قاعد يقولها بحس حقيقي ما قاعد يقولها بحس شخصية قاعد يقولها بحس اني انا ممثل كويس شوفوني كيف اقول الجملة هذه بصوتي الجش وشكلي الكبير ولما يجي يقول كوميديا يبدأ يقول في عفوا على الكلمة في ترهات يعني ما لها معنى في العمل علشان يقول كوميديا علشان يضحك هذا خاطئ وهذا خاطئ الكوميديا واللي التراجيديا هو عبارة عن موقف شخصية حالة من حالات الشخصية فلازم معناته إذا أنت ممثل حقيقي راح تقول الحالتين يعني مثلا اضرب لك مثال على السينما الآن نتكلم عن واحد الله يرحمه مثل احمد زكي في مصر هذا الشخص ممثل بمعنى الكلمة تريد تشوف الحالتين تشوف الكوميديا وتشوف التراجيديا وتشوف شخصية كاملة كوميديا وتشوف شخصية كاملة تراجيديا وتشوف الحالتين في شخصية واحدة رائع هذا الممثل هذا حقيقة الممثل أما موضوع اني والله أنا أقوم أقول الكوميديا لها حالة والممثل هذا أنا ما أعتبر مدى ارتباط هذا الشيء بالنص المسرحي ألا تتفق أحيانا أن النص المسرحي قد يكون ليس بمستوى الكوميديا التي بالإمكان أن تقدم الفرجة وبالتالي حتى الفنان نفسه لا يقدم هذه الكوميديا المعتاد عليها في نصوص أخرى قضية الفرجة هذه قصدية شوية فيها إزعاج بالنسبة للسماء لأن صحابنا وأقصد فيهم هنا يعدنا في الوطن العربي عموما أخذوا الكلمة وودوها لمناطق ثانية ما لها علاقة بالمسرح على أساس أن الفرجة في النكتة الفرجة في اللفظ الفرجة في الشكل الفرجة في ما عرف إيش وبعدين قم طلعت بقلاصة أن هذا مو مسرحية هذا شو هذا كوميديا فقط ما يصير تكتب المسرحية يعني أتذكر في واحد من الإخواننا العرب في كثر النقاد اللي عليه وكثرة والكلام اللي على أعماله أنت قاعد تقدم مسرح مصف وأنت قاعد تقدم مسرح ما لم علاقة بالناس وأنت قاعد تقدم مسرح لأجل الفرجة وقاعد يدغضغ مشاعر الناس ما يتكلم مع أذهانهم قالهم يا جماعة الخير أنا ما أقدم مسرح يا سلام أنا أقدم كوميديا كل النقاد بدأوا يحترمونه جميل لأنه قال لك أنا ما أقدم مسرح لأن كلمة مسرح هذه كلمة كبيرة لها خصوصية لها ترامة وتقديرها ولا قوانينها ولا معادلاتها اللي لازم يفهمها اللي بيشتغل فيها جميل سواء في حالة الكوميديا واللي التراجيديا أو في الحالتين مع بعض هاي مسألة مهمة كبيرة يعني حتى بالنسبة للتأليف حتى بالنسبة للنص المسرحي الله وكيلك أنا سمعت في مسرحيات جاءوا خمس ورقات وانا عملوا أربع ساعات جميل كيف خمس ورقات وأربع ساعات ما أدري خمس ورقات معنات خمس دقائق ضد خمس دقائق إذا وكل ورقة دقيقة هذا لو ينعاد لو ينعاد العرض أكثر مرة يعني كل مرة مسرحية ثاني يعني غريبة وأنه في أماكن يعني يعني عفوا على الكلمة أرخص واحد المؤلف لأنه ما يتعب عمره يكتب لأنه يكتب فكرة صفحة ونص ويعطيها الممثلين ويقولون الكلام اللي يوصل بالإغرافة إلى اللي قال أستاذ إبراهيم سالم بالنسبة للكوميدا والإتراجيدي فهي يعني هم شكلين مجرد شكلين أيضا شرط في كتابك مسألة حول الصمت الصمت أنه من أهم ركائز البناء الدرامي ماذا نقصد هنا بالصمت لو توهمنا هذه النقطة الصمت في النص المسرحي هي لغة كاملة غير منطوقة تعادل بنفس القوة وبنفس المستوى تعادل اللغة المنطوقة إحدى الكاتبات الأمريكيات تمثل حالة الصمت في النص المسرحي أو في العرض المسرحي نفسي على حد سواء يعني تمثلها بأنها تلك الفجوة التي يعني تلك الفجوة أو تلك الانتقالة ما بين العالم المتحضر والتكنولوجيا والحداثة إلى عالم العطر الجاهلي والعطر الحجري هذا شايف هذه الانتقالة ما بين الزمنين هذا الصمت فترة الصمت التي دائما يكتبوها في النص المسرح دائما يكتب المؤلف فترة الصمت هذه فترة الصمت هي اللي يلحم ما بين هذا الزمنين المختلفين فهي مش مجرد أنه أنا والله يقرؤن بعض الممثلين أو بعض المخرجين حتى يقرأ في النص المسرحي أنه ذكر الكاتب قال حوار 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 بعدين فترة صمت فترة الصمت هي مش فترة سكوت هناك فعل يصل ما بين الحالة السابقة والحالة المختلفة وهو مثل ما قلت لك يعني فترة الصمت مش معناها يعني انتقال من عرض أول لا 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 فترة الصمت هو فعل يصل بين زمن سابق وزمن قادم وأنا حتى في في البحث المكتوب في الكتاب بعنوان عنوان الموضوع ما 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 لا يقال أهم مما يقال لأن احنا دائما ما يصطلح عليه يعني عرفا بما بين الأسطر فهذه جملة في جملة ما لا يقال أهم من ما يقال في المسرح جدا مهمة وضرورية وهي الدراما لأن الدراما ما تعتمد على المباشرة فأنت لما لما تريد توصل الخطاب إلى المتفرج يجب أن لا يصل بطريقة مباشرة تحتوي على الوعظ والإرشاد والطرق المدرسية الأخرى فهذا وظيفة الصمت هنا تأتي وظيفة درامية في غاية الأهمية في صنع الحدث وصنع الفكرة وصناعة النص المسرحي أنا أعتقد هنا من وجهة نظر وما قدمه الأستاذ أحمد ماجد أعتقد هكذا جاء في بالي أن على المخرج هنا دور كبير حقيقة لكي يبقى الجمهور شادا إلى هذه المسرحية منتبه إلى هذه المسرحية في حالة هذا الصمت بأنه يكون لا يوجد الاختلاف ما بين الحوار وهذا الصمت هنا دور المخرج دور الفنان في أن يكون هذا الصمت جاد يعني أنا مثلا أنا قاعد الممثل اللي عندي مثلا اللي جيب إلى هذا أحط في بالك أن لجنة التحكيم وأنا متأكد من هذه المسألة الممارسة لجانة التحكيم يطلعون الممثل اللي ما عندهم منوج صح يشوفونه صح ردود فعل شو في حالة الصمت يعني تخيل مدى قوة المشهد لو كان الممثل الثاني قاعد يسمع الشخصية اللي قاعد تتكلم صح مدى قوة هذا المخرج وهذا لو كانت الشخصية في حالة تفكير وفي حالة أخذ رأي داخلي بدون حوار وبدون هذا وقاعد ينفذها صح بالحركة بالأداء بالحس الداخل هذه مسألة جدا مهمة في المسرح دائما وأبدا أنا كمخرج الممثلين اللي عندي من المهم أنك أنت تكون مستمع جيد في الشخصية وأنت قاعد تتمثل الدور معنى مستمع جيد فيه عندك ردة فعل على الكلام اللي قاعد بقوله أنا يا أني يعجبك يا أنك أنت متواصل معاه يا أنه غير مباني فيه يا أنك غاضب من هذا الكلام يا أنك فرح من هذا الكلام هذا الحس راجع لشخصيتك هذا كل كل الأحاسيس اللي أنا قلت هي عبارة عن حال صامته كنا في مهرجان الإمارات للمسرح الجامع في الدورة الثالثة كنت عضو لجنة التحكيم وكان معنا بعض الأساتذة والأصدقاء عطينا أفضل ممثل دور ثاني لشخص كان يؤدي دور جثة صحيح كان يؤدي دور جثة في مسرحية جثة على الرصيف طول المسرحية وهو عبارة عن جثة لما طلعت النتائج حتى كان في استغراب أنه كيف يعني يا أخي هذا ما تكلم وإحنا ذب إحنا أعمارنا كلام وكل حوار إيه هالطول لم ينبتل أعمار كم فكيف عطيته يا أخي هذا كان يؤدي دور الجثة يعني وكأنه وكأنه أنا أكاد أجزم وكأنه مات من قبل وعاد مرة أخرى وقاعد يؤدي الدور اللي شافه من قبل يعني فهذا على كلام استاذ إبراهيم وعلى السؤال الصمت هون كيف وظف الممثل في بناء الشخصية الدرامية اللي أداها جميل جدا إذا تسمحوا لي نخرج إلى فاصل القصير وبعده نكمل حوارنا خاصة فيما يتعلق بالمسرح الارتجالي ذكاته في كتابك إذا تسمحوا لنا إذن فاصل وبعده نواصل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج في حضرة الكتاب وما زلنا نناقشه هذا العلوان نص الخشبة لأستاذ أحمد الماجد هي دراسات مسرحية كنا قبل الفاصل نود أن نطرح تساؤل حول النص الارتجالي في المسرح هل هو مشابه لوجهة النظر والفكرة التي قدمها الأستاذ أحمد أو أستاذ إبراهيم سالم فيما يتعلق بأنه قد يكون فقط عرض لنص مسرحي لا هو يعني هو وجهة نظرة قريبة من الموضوع ومعاكسة له أيضا يعني هو يتحدث عن موضوع آخر أعتقد الارتجال في ماهيته هو يعني إبداع الممثلين في النص المسرحي بدون نص جميل يعني ما يعتمدون على مرجعية مؤلف ما في نص يرتكزون عليه عشان يقومون يعتمد الممثل في هذا في النص الارتجالي على قياله على طاقته وإمكانيته في في الحديث وفي التخيل وفي بناء شخصية أثناء العرض يعني ما في شيء معد سابقا فيعني هذا لا يعني أنه المسرح الارتجالي يطلع الممثلين يتجمعون ويوم العرض يلا تعالوا نعرض مسرح الارتجالي لا فقط هو يعتمد على أنه الممثلين خلال التمارين هم يبنون النص اللي راح يقدموه في يوم العرض يعني هو معد وسبقا هذا النص المسرح لا هو ليس معد مسبقا هو معد عن طريق الممثلين أنفسهم ليس عن طريق الكاتب لا يوجد نص يرجعون له وإنما هم في جلسة معينة في تمارين أثناء التمارين أنت مثلا ممكن أن تقول قال حوار قال 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 حوارات أحد الممثلين أيوة لا خلل نشيل هذا الحوار نعتمد الحوار الأول الممثل الثاني قال حوار آخر فيبنون القصة ويبنون النص خلال التمارين وما تجود به المقيلة وطبعا يعني أصل المسرح هو البدايات كانت عبارة عن مسرح التجالي بدأ في الرقص رقصات في اليونان في الدراما اليونانية وبدأ في الأناشيد ورافقة الموسيقية يعني أصل النص المسرحي أصل المسرح في بداياته كان نصا يعتبر يعني من المسرح الارتجالي هنا المسرح الارتجالي أستاذ إبراهيم إلى أي مدى يعني بالإمكان نقول أن المسرح الارتجالي هو توافق بين الفنانين نفسهم عندما يقدمون العرض المسرحي أم يجب أن يكون هناك ضوء أخضر من المخرج والكاتب أيضا فيما يقدم في هذا المسرح الارتجالي هو طبعا وقت العرض المسرحي هذا خارج عن العرض المسرحي إذا كان هذا ما أقدر أعتبره الارتجال بس الارتجال هو دائما وأبدا مثل ما قال الأستاذ أحمد فيه ممكن تكون فكرة وتتخيل من خلال التمارين فكرة تطرح أتذكر أنا دخلت في هذه اللعبة في عمل اسمه انتظار أن فيه أشخاص فكل واحد فكر شو الشخصية اللي قاعد تنتظر وشو علاقتها بهذا المنتظر اللي راح يجيه في هذا القطار نعم وبنى عليها كل شغلة اللي جاي عمل بالفعل طلع في نص ساعة حوالي كان من أفضل أعمال اللي قدمت يعني في ذاك اليوم لما كنا في تونس قاعدين نتدرب على في منظمة اليونسكو يا سلام وفيه اسلوب يستخدمون الأوروبيين والأخوة التوانسة في التعامل مثلا بالارتجال أن أنا أجيب لك نص كامل مكتوب أخليك تقرأ يومين وأقوم أخذه عنك وأحطه بس يومين تقرأ ونقعد خلال ست شهور بروضة وتمارين إلى النصل لهذا النص المكتوب اللي رميناه قبل ست شهور ما جينا يدخلون في هذه التمارين لما تتكلم عن الارتجال طبعا هذا قاعد يشغل مخيلتك يشغل فكرك يشغل بعض اللي عندك يشغل حالات الشخصية اللي عندك اللي مفروض تتغير من مكان لمكان وهذا المسرح مو شغلة هنا يعني مو شغلة تكاد تكون الآن في المنظور العصر الآن هي أقرب للتجريب والتجريب القطر لأنك أنت بتقعد تدخل كثير من الأمور وبتدمجها مع بعض قضية الفكرة قضية الحوار اللي هو ما موجود إلى الآن قضية الشخصية اللي هي بعد ما موجود وليزم تنخلق ولازم تختلط بالحوار اللي موجود صحيح يعني بتوصل لمرحلة التجريب والتجريب الكبيرة أما مفهوم الارتجال إلا العلاقة والله في يوم الأرض قعدت تقول الكلام أنا يوم الأرض هذه قضية خارجة عن خروج عن النصر إلا إذا كان طبعا وهذا الكلام مثلا الحين أي عندي مسرحية عن الغوص مسرحية تاريخية عن التراث في الإماراتي وأقول حق ولمثله على أساس أنني أنا طالع عن الحوار ها كم رقم التاليفون ماله مثلا مثلا طيب يعني هل هذه جملة صاغ في مشهد يتكلم عن عصر قديم عن النصر أنك مرتجل هذا ما لا علاقة بالارتجال طيب أحيانا محاولة كوميدية قد تكون في النص المسرحي طيب هي هذه المحاولة هل هي في مكان ما ترانا مثلا الممثلين أقول إذا أنت شاطر محاولاتك الكوميدية والإفهات أعملها في نفس العصر اللي أنت قاعد تمثل فيه اللي أنت تكون فيه ننتقل إلى أيضا حوار آخر في هذه المقولات أو الدراسات المسرحية حول المونودراما ذكرت المونودراما هذا مفهوم لم نكن نسمع عن فيه سابقا ربما نحن هنا لكن من فترة قريبة جدا بدأت المونودراما تظهر بشكل كبير ونسمع حول مهرجانات وفعاليات ومسرحيات بالمونودراما ما هي المونودراما إذا تسمح المونودراما يعني هي أيضا شكل من أشكال المسرح خاصيتها أنها تعتمد على ممثل واحد فقط في العرض طبعا هذه أيضا إشكالية عليها كثير اختلافات ما بين هل أنه المونودراما تعتبر شخص واحد يتحدث على الخشبة أم أنه من الممكن أن يكون عدة شخصيات فقط المتحدث واحد فهذه أيضا إشكالية ما بين النقاد والمنظيمين لكن الرأي العام أن المونودراما مسرحية تعتمد على وجود شخص واحد فقط على الخشبة هو يؤدي كل الأدوار خاصية المونودراما أنها يعني القصة أو الحدوتة كما يسمونها فيها تختلف عن الحدوتة في المسرحية العادية المسرحية التي فيها شخصين أو الثلاثة أو العشرة أو الخمستعشر لأن في المونودراما تبدأ المسرحية من الزمن الحاضر ثم تعود إلى الماضي ثم تنتقل تعود مرة ثانيا إلى الزمن الحاضر في تنقلات تنقلات الشخصية ودواخلها وممكن أحيانا تكون فيها أصوات مسموعة يتعامل مع الممثل ويتحاور معها أحيانا بس إشكالية المونودراما تحتاج إلى ممثل يعني ممثل يستطيع أن يملأ الخشبة بحضوره وبوعيه وبثقافته وبتأديته للشخصية يعني كما كما ينبغي لأن ممثل المونودراما هو وحيد على الخشبة فأنت يعني في العروض العادية من الممكن أن تأخذ نفس لما يكون الممثل الذي معك هو الذي يدير الحوار أو مثلا عنده فعل معين أو حدث معين أنت ممكن أن تأخذ نفس في المونودراما حتى النفس هذا محسوب عليك لأنك أنت أمام جمهور بس قاعد يتابعك أليك يتابعك نعم فهوان المونودراما أهم ما في النص المسرحي طبعا بالنسبة للنص المسرحي هو بناء الشخصية بناء الشخصية في كتابة النص لأنه هذا يعني العماد اللي تقوم عليه المونودراما أما بالنسبة للممثل فلازم كيف يصل إلى هذه الشخصية ما يسحب الشخصية إليه ممتاز جربت الموندراما لشوية يعني كان عمل أتذكر غنية التم لتشيكوف كان فيه شخصية بالأخير تطلع اللي هي شخصية فراش المسرح طول المسرحية انت مع الممثل اللي مثلت أنا شخصيته إلا في نهاية المسرحية بعد ما اهتموت في النهاية للشخصية يطلع لهذا بس هل يعتبر مسرح متكامل أنا عندي اختلاف وجهات نظر بيني وبين بالذات عند مؤلفين العرب في مسألة الموندراما يعني انت الآن باتي تتكلم شخصية قاعدة تقول انه والله المدير مالي قال لي كذيه والموظف اللي كان عندي قال لي كذيه والفراش قام وكلم طيب هاتهم وخلص يعني بدل لا تتكلمي هذا قال وهذا قال وهذا قال وهذا فعل انت هاتهم وخلص يعني لا تقعد هذا فوايد عند مؤلفين العرب في حين انه مثلا أنا أفهم الدراما صراع بين الخير والشر آني. آني الآن. أي أن كان هذا الخير وأي أن كان هذا الشر. أنا عندي شخصية واحدة. بس في نفس الوقت عندي نفسها. عندي تفكيرة. عندي الخارج. ومعاناته من الخارج. نعم. من أصوات الخارج مثلا. من أصوات مثل ما قال الأستاذ أحمد ماضي. ومستقبله. هذه كلها بتخلق عندي دراما حقيقية في الصراع. بس المشكلة أن أغلب طبعا أنا ما أقول كلهم. أغلب بالفعل صاحبنا العرب في علاقتهم بالمنودراما هي كلها علاقة إلها أقرب للحكواتية منها للدراما. للمنودراما. يعني هذه أنا قاعد أشوفها في أكثر من العرب. أكثر من العرب. ما وصلت إلى يعني التصف من العرب. دائما يبدأ يسرد في حكايات أكثر ما أني يقول حالة من الصراع الآن. وهذه هذه إشكالية كبيرة صايرة عندنا نحن. منتع. ف يعني أنا يتراوالي. يعني في نصوص بالنادر ما تلقاتي. يعني مثلا الأستاذ أحمد الماجد نفسه عنده نص اسمه ألعاب خطرة. هذه من النصوص الجدد أنا مستوى تني وإلى الآن. رغم أن النص الأب والأم حاضرين بس عرف كيف يحضروا من ذكاء لشخصية منودراما. حطاهم لي في لعباء في ألعاب. يا سلام. حطا الولد قاعد يلعب فيهم كألعاب. وبالتالي صاروا مبرر أنهم موجودين. يعني أيضا من الدراسات هناك عوامل ذكرتها أدت إلى تطور المسرح الإماراتي. تغير هذا المسرح الإماراتي من الشكل والمضمون. في رأيك أبرز هذه العوامل مثلا قد تكون ربما أيام الشارقة المسرحية دور صاحب السمو دعمه في هذا الجانب؟ لا شك فيه أن دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هو الدور الأبرز والأهم ليس في تطور المسرح الإماراتي في حسب وإنما في تطور المسرح العربي لأن دعمه يعني لا يتوقف عند حد أو عند مكان نراه داعما لمعظم المهرجانات المسرحية العربية ناهيك عن أيام الشارقة ومتابعة صاحب السمو لكل صغيرة وكبيرة فيها أيام الشارقة المسرحية لو لا وجود صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعته الدائمة لما وصلت إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه يعني إحنا قاعدين نتحدث عن مسرح إماراتي الآن كعبه عالي على كل المسارح العربية هذا ما جاء من فراء هذا جاء من دعم ورعاية ومتابعة من قبل صاحب السمو بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العربية للمسرح لمقرها الشارقة وجود الهيئة العربية أيضا بفكرة ومبادرة ورعاية صاحب السمو كان لها اليد الطولة في دعم كثير من المبادرات والملتقيات والمهرجانات والاتقام في الدول العربية والمهرجان المسرح العربي هذا خير دليل على مدى أهمية تواجد مثل هذه الأيئة وما تقدمه للمسرح العربي المسرح العماراتي أنا أشوفه فيه تطور مستمر يعني سنة بعد سنة المستوى يقفز إلى أعلى بالأخص في العشر سنوات أو من بداية الألفين يعني هناك تغير في كيفية الاشتغال على النص المسرحي في النظرة إلى المسرح وكيفية يعني الدخول في عالم المسرح تغيرت هذا من ناحية المسرحيين والفنانين والكتاب أم أيضا حتى من ناحية ذائقة الجمهور حتى ذائقة الجمهور أيضا لصاحب السمو حاكم الشارقة الفضل الأكبر في هذا الموضوع أنت لما يكون الحاكم عندك مسرحي فهذا مصدر فخر للجمهور أن ينتمي إلى ما يحب هذا الحاكم إلى ما يتمناه هذا الحاكم فهذه نقطة أنه لما يكون حاكم عاشق للمسرح محب للمسرح مسخر كل إمكانيات الشارقة إلى المسرح فهذا بحد ذاته مصدر فخر لكل المسرحين ولكل من يجلس في الصالة ويشاهد مسرحين هذه نقطة مهمة جدا أستاذ إبراهيم أن يكون الشخصية الداعمة الأولى هي شخصية مسرحية أن نتذكر ربما الشخص الذي بالإمكان أن يشعر بالمذيع عندما يقدم سواء كانت الإضاءة أو المخرج عندما يحددك أجد أن هذا شيء مبهر أن يشعر بك فما بالك إذا كان هذا الحاكم هو مسرحي وبالتالي يشعر بهذا الفنان يشعر بهذا المخرج يشعر بهذا الكاتب هنا انطباعك أنت كفنان عندما تقوم بالعمل الفني أمام هذه الشخصية والله يعجز اللسان يا أخويا محمد يعجز اللسان حقيقة الشيخ الدكتور سطا بن محمد القاسم الذي يعمله هذا للوطن العربي والعالم والإنسان في الإمارات لا أحد يعبر عنه بصورة حقيقية رغم المحبة هذه رغم المحبة الكبيرة اللي لا أعرف أن نطلع منها الآن في سؤال انطرح تطور ذائقة الجمهور نحن في يوم من الأيام كنا نشكي من أن الصالة فيها عشر عشرين نفر صحيح الآن موجود ما شاء الله إذا في موسم باختلاف العروض وباختلاف أشكالها لا تقل الصالة الآن عن 150 وهذه 150 و 200 شخص هذه رسالة الثقافة الحقيقية الثقافة الحقيقية أنه لازم الناس تتدرج في وعيها علشان توصل للمطلوب دام وجود شيخ الدكتور سطا بن محمد القاسمي من عقب الله سبحانه وتعالى معانا في هذا المسرح والمسرح الإماراتي راح نطلع نحن في دفعة كبيرة الأمام وراح يطلع المسرح الإماراتي بشكل كبير الله يعطيه الصحة والعافية رجل يستحق منك كل خير بصراحة جميل جدا نحن نشكركم جزيل الشكر يعني الوقت ربما يعني داهمنا حقيقة لنكمل حقيقة هذا النص نص الخشبة والدراسات المختلفة في هذا المؤلف نحن نشكركم جزيل الشكر على الحوار الشيق والممتع حقيقة اللي كان معكم شكرا للفنان والكاتب والمخرج المسرحي لأستاذ إبراهيم سالم شكرا أيضا لك مؤلف الكتاب لأستاذ أحمد الماجد أنت الكاتب المسرحي أيضا شكرا جزيلا لكما وأيضا شكر موصول لجمهورنا الكريم على متابعتهم لنا في هذه الحلقة هذا العنوان موجود في دائرة الثقافة والإعلام ويصدر من خلالها فمن أراد الاستزادة في تفاصيل أخرى لم نتطرق إليها من خلال هذا النص أرجو الرجوع إليه وبالتالي الاستزادة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة